الغربال ويعني ولسا لمالي واحد من المكرمين كابتن عمد متعب طبعا الحفلة كان منظم يليق بالمناسبة اتعملت القرعة وقدمها المدرب المتخب الالوكي كابتن محمود جابر اللي هو يعني نشئته ناشئا بالندي الاهلي ولكن نضجه ومسرته كلها في النادي الاسماعيلي قابلت الكابتن طنب عنا علي ابو جريشا كابتن احمد الكاس وكابتن كتيرة جدا الواحد فرح بيهم الحقيقة وهو بيشوفهم كان يوم عن مستوى التنظيمي والرسمي جيد لكن مسألة بقى الاول ما خلصت القرعة يا ساز إبراهيم اي اولا لازم اذكر ان هذا السهو الغير عادل لواحد من اهم هدافي بطولات الدوري الكابتن احمد جوال على فكرة كلموه اه اه كلموه بس يبدو انه هو مرادش على التليفون ما كانش بيرد على التليفونات تتبعات لرسالة تتبعات لرسالة قالوا لي انهم متواصلوا معه فعل ماشي يعني احنا من هنا بنعوضه اي اه يعني افتقدنا على المنصة اي اه مين ينسى احمد جوال صحيح اه فالهدفين الكبار كان يوم جميل بالنسبة لهم وافتقرت بقى يعني فيه ناس كتير ما خدتش بالك يعني كابتن بشير عبدالصامط هدف الدوري اه 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 طبعا كابتن محمد اه ابو جريشة اه اللي تختخوا بقى حاجة قلت له يا ابو احمد اه انا مضتك فانت صغير لا الحقيقة اه فرحت ان انا شفت الناسي كلها اه وحلو انت تكرم وانت عايش انا سيد زفراين طبعا نرجع للقرعة اول ما طلعت نبتدي كل واحد ياخده في الصياق اللي عادي مشيه فيه اي ازاي النادي ده يلعب اول خمس مطشات الاصعب جبنا الاصعب واللي اسهل منين ما انت الزمالك حلعب سموحة والقالي حلعب الاسماعيلي المجدد بالكامل والذي انهى المصابقة بشكل قوي جدا الموسم الماضي اه اه طبعا كابتن جمال جودة احده ده في الدورة طبعا الدوري واللي انا قلت له يا اخسارة جيمي انك ما استنيتش في الاهلي وكنت حت حتحق مسيرة نجاحة لكن الحقيقة ساطاع ان يثبت وجوه خارج النادي الاهلي اي من خلال تواجده في النادي المصري اي كواحد من اهم اللاعبين اه والمهاجمين اه كان له طعم هايل يعني صحيح اه فنجوم كطار الحقيقة اه مش عايز انسى حد طبعا ولسه في واحد بيلعب اكتشفت ان حسان باولو بيلعب لسه وعايز يشوف له نادي دوري ممتاز عشان يرجع للدوري الممتاز ياه طموح واحمد الشيخ كان بيتكرم برضا اه احمد الشيخ كان بيكرم مهو مهو هدف الدوري مع المقاصة اي وكرم بازي الصفة يعني اي وكرم كابتن وعبدالله الصاوي بتاع القناة وعبدالله الصاوي يعني تكتشف اسماء واحمد ساري واحمد الكاس اسماء مهمة جدا يعني الحقيقة احمد الكاس صالت مواصم متتالية هدف الدوري حاجة رائعة جدا اي عايز اقول نهج جميل لكن يا جماعة حنجيب بقى الدوري الصعب وتعطى ما كنا ما احنا عادين والقرعة بتتعمل يعني على فكرة القرعة يا جماعة عشان بس القرعة الرقمية الجدول كان معلن الاول يعني عشان بس حدت لان انا عرفت ان النادي الاسماعيلي اعترض بعد القرعة وانتو بتحطونا مع الاهلي في اول مباراة ورد عليهم كابتن عماد اهو اه كابتن عماد سليمان كابتن محمد ابو جريش حاجة جميلة كابتن عالي طبعا فهو الجدول محطوط لو عندنا صورة للجدول الرقمي اللي تحط على الشاشة قبل ده اللي وضح الشفافية اه لان انا ما خدش باني وقلت ايه ما كانوا حطو فاكتشفت انهم حطينو ايه اما بتحط الجدول الاول وهو ارقام وبعدين بتحدد مين كل رقم تسعب القرعة على الارقام هم قالوا للاسماعيلي قالوا له ده اللي صاحب محمود جابر محمود جابر كابتن الاسماعيلي وابن الاسماعيلي فكون ان انت مثلا الجدول الرقمي والجدول ده على فكرة يعني هي نسخ موجودة هي بس صدفة اه انه يمكن تالي سنة على التوالي اه تالي سنة يعني السنة للقبل اللي فاتت ما كانش في الاسبوع الاول وفي الكاس هو قبل الزمالك اه يعني دايما يعني بيتحط لكن الارعاء ارعاء هنعمل ايه طالما ان هي يتحط الجدول الاول وبعدين سكينت الارقام مع الاسماء يبقى الدنيا ماشيه اه ده الارعاء الرقمية لا ده الارقام دي الارقام من واحد لطمانتاشر على الشمال هنا اه يبدو ان لو جبناه اه لا ما فين بقى الجدول 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 اللي تسحب عليه كارقام قبل الاسماء اه هم المفترض موجودة عندنا الجدول لسه لسه انا شايفها من بدري قبل الحلق اتحطت على الشاشة عمنا عنده عمنا من الوسطى اتحطت على الشاشة في القاعة الجدول الرقمي مثلا رقم المباراة لزموع الاول رقم ستة قبل ما تتساكن قبل ما تتساكن رقم ستة هيلعب مثلا رقم حداشر المباراة التانية رقم خمستاشر هيلعب رقم اتنين وانت طول ما انت بتسحب مين اللي يطلع رقم اتنين نادي كذا يتحط في الخانة بتاعت رقم اتنين وهكذا يفضل عامل بتحط الاسم لما كان الرقم بتاعه اللي تسحبت عليه القرعة تظهر لك قرعة الجدول كاملة مدام عملت الاسبوع الاول بالكمبيوتر هيديك بقى هيكورر الاسبوع الاربعة تلاتية اه طبعا خلاص الرقم بتحول لاسم ايه هنعرضها لكو دلوقتي لما تجهز صرف النظر يعني يعني القرعة تمت في موجة الناس محدش قال ملاحظات اه اه فيعني انا انا تسألت لحد ما شفتها فقلت لا كده مضبوط ايه فين القرعة قبل تسكين الاسماء اهي خلاص يبقى دلوقتي الدنيا اه مش يكده وزا كان المسألة عايزة تتوضح اكتر لانه في الدوري ما هيش خطيرة او لكن في الكاس لازم تتوضح بشكل قوي جدا ويطلع حد يتكلم على نظام القرعة ويشرحها للناس قبلها قادة الجدول الرقم يا جماعة ده علشان يبقى قضية الامر الذي فيه تستفتيان للنادي الاسماعيل اللي في احتجاجه او استغرابه انه ليه بتحط الجدول ده اللي تسكنت عليه المباريات بناء على القرعة اللي تسحبت يعني الراجل البرازيلي هو اللي بيسحب ومحمود جابر بيسحب اسم النادي لا هو هو شفقه الجدول فيه ارقام ما فيهوش اسماء بالظبط العلمين دي الاسماء بالارقام اللي هي اتسحبت بالظبط فبتروح مترجمة الارقام الى اسماء فاي حاجة تسمعوها اصله الاهلي اتعمد يحطوله الاسماعيلي اصله الاسماعيلي اتظلم عشان هيبدأ مع الاهلي اصله الفريق التاني تجامل الفريق التاني تتظلم كل ده مالهوش اي اساس وان فلان سكته اسعب من علان لا بتجي منين انت مش على فكرة كل الفرق غامضة بالظبط غامضة لان كل الكوتشينة اتفنطت ورجعت اتفرقت اي فانت فيه فرق هتلاقيه بمظهر مختلف عن الموسم الماضي تماما طيب الارق اصفرت عن الدورة طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيبدأ 18 اكتوبر وبيأملوا ان شاء الله انه ينتهي في 30 يونيو ان شاء الله في اتفاق انه هيتلعب اسناك في العالم فترة المنديال في قطر هيتلعب اربع اسابيع من الدوري نتمنى ان هم يتمكنوا من ده لا ده خلاص ده قرار ده مش اتفاق ده هم اعلانوا الربطة هنلعب اربع اسابيع وبنقول من دلوقتي وكانها مساء غير قبل المناقش اي علشان اربع اسابيع اربع سبعة في اربع في في الاسبوع فيه كم مباراة سبعة مباراة لا الاسبوع سبعة مباراة اه سبعة مباراة اه سبعة لا لا تمن مباراة تمن مباراة اه تمانية تمن مباراة الاسبوع تسعة مباراة اه هو اربعة وثلاثين اسبوع فانت هتلعب أربعة مرة واحدة أربعة في تسعة بكام 36 بص هو هو انت في النهاية 36 مباراة هتوفارها من عبق دوري هم خدوا القرار بكده خلال وخدوا قرار تاني اما شوف ماذا القدرة على الالتزام به انك لمسافر برا الفرقة اللي بتشترك في أفريقيا رابع يوم هتلعب لو برا مصر رابع يوم تالت يوم والربع تلعب جوة مصر تالت يوم هتلعب برا مصر والربع يوم هتلعب نتمنى يعني انا شايف ان ده كان ممكن يزيد يوم ويوم لكن اذا كان اذا كان ده هيمشي على الجميع لا اذا كان ده تعذر ما احنا مش عارفين لو كان تعذر تنفيذه لكن هو لو يزيد يوم كان لان انت ساعات الصفر يعني ترع جنوب افريقيا يوم ايه يوم ايه التلت ايام دول حتى قضيهم في الصفر شوف انا ما عنديش مشكلة لو كان تزديده طبعا اتثبت ماشي لكن انا بتكلم تمهم الاول انا كنت اقدر اتوقع المشاكل خامس يوم كان كواس قوي رابع يوم كان محليا كواس قوي يعني ثلاثة ويوم اربعة ويوم حتى محليا لو عايز تلت يوم لا هو تلت ايام الناس عايزة تمرم الناس عايزة تدي تاكتك الناس عايزة تعمل استشفى مهم الشغل عافية اخوانا مش هنعمل كل المواسم بالطريقة دي مهم فكان يوم يزيد كان احسن شوف اللي انا اتمنى انه لو كان مندوب الانديا اجتمعوا قبل كده وهم بيحطوا الشروط دي واللايحة وتوافقوا عليها خلاص تطبع على الكل زي ما سمعت الحاج عامل حسين بيتكلم على جزئية منو الجزئة قال الله ما سيب الخير كان طلبها بقالوا عشرين سنة رشت الملعب قبل المباريات ايوه كان بيقولك ده بيعمل عشان يضايقنا اه والمدربين بتوع الفرقة التانية كانوا بيبردو رخامة يرفضوا يعملوها على اساس الندية بتساعد الاهلي اطلع ان فيتوريا الراجل نفس هو اللي طلب بكده علشان الاصابات ليه علاقة بالاصابات ده ليه علاقة بالاصابة وليه علاقة بالقاء الكرة على على ارض الملعب المهارة لكن جيلة بتاعتكم نشفة شوية فمحتاجة تترطب شوية فانتم متخيلين انه بناء على طلب فيتوريا اتحط هذا البند في شروط المسابقة ان كل الاندية ملزمة ان هي ترش الملعب قبل المباراة اللي كمان الاسبوع الاولاني زي ما انتم عرفتم بدايته الاهلي مع الاسماعيلي المقولين مع غازل المحلة البنك الاهلي مع فاركو الزمالك مع اسموحة المصر مع سيراميكا كيلوباترا الداخلية مع طلاع الجيش واسوال مع الاتحاد السكندري وحرص الحدود مع فيوتشر وامبي مع بيرامدزا الاستاذ احمد دياب كان قال انه بالنسبة للحضور الجماهيري فيه ستة لاف مشجع في بداية الدوري وعنده امن ان شاء الله مع مزيد من التعاون اللي نسبة تزيد شوية فحيتم لكل مباراة ستة لاف مشجع يعني تلاتة وتلاتة نتمنى ان الدنيا تزيد شوية الدنيا تزيد ونتمنى ستة لاف يبقى فيه التزام بيهم ما نلاقيش اندية بتاخد او فيه طريقة للتسريب اعداد اكبر واندية مش عارفة تاخد حصتها المسألة تتحكم خلينا نبتدي موسم شفاف وحلو وجميل والناس كلها ما تحتاجش عليه موسيقى